موسيقى الحاجة اللي كنت نخاف منها تولد مصدر قوتي ومصدر رزقي ماري مشيرني وعمري 35 سنة مربيت نحل خدمت مدة ثمانية سنوات شركة بترولية نعمل في 2016 قارتش نخرج من الخدمة ونمتهن حاجة جديدة اللي هي الفلاحة موسيقى من الحاجة اللي خالتني ناخد القرار هذية هي العمل الروتيني او الحاجة والنظرة انو الامرأة ما ليها الا راجلها ما ليها الا الخدمة القارة والشهرية والمصمر في حيث خاصة خرجت في فاليش ليستردا فيها موسيقى مشروعي يتمثل في تربية النحل وتثمين منتجات الخالية خرجت من الإيطار الكلاسيكي تربية النحل انتاج العسل الانتاج حاجات جديدة ومتنوعة وتثمين هالمنتجات هذه بش ندخل على مرشي جديد يحب الحاجات الجديدة موسيقى في الفين وثمونتاش وقت انطلق مشروع تربية النحل المتاعي وجدتني برشة صعوبات خاصة نرقى روحي بعت السيارة متاعي كستحقيت الفلوس بش نبدأ المشروع متاعي بعت حتى حاجات قيمة شريتها قبل بش النجم كيف كيف نتعم المشروع متاعي ووجهت برشة لحظات فشل خاصة نظرة زملاء النحلين لي قالوا لي عالم رجال وقالوا لي كيفش تمشي للغابة وحدك اذاك عليش الحمدولله دخلت معايا الوالد وليت نزم معايا اخويا وكبرت الفريق متاعي وثبتت وجودي قالوا لي كيفش تنقل الحال في الليل قلت لهم مالاش كون بش ينقلو كيف مننقلوش انا قالوا لي كيفش تدرزين قلت لهم حمدولله بصحتي ونهزرزين قالوا لي كيفش تتقرس ووجك يتنفخ وانتي مرأة قلت لهم مش يتنفخ اما يتفش ما قلتوا روحي البحر وامامكم والعدو ورائكم ما ننجمش نواخر ما ننجمش خاستن للعبات قالوا لي مهبولة تخلي خدمتك ما عبيش نطبتهم لي ومسحاح وإلا حتى في لحظة قلت ليه يجبني نعمل عزيمة حتى كانت تحت مرة نجم نعود ناقف تحت الثانية نجم ناقف تحت الثالثة وعود وقف موسيقى ضغط الحلو وضغط المر في الدمانة أكيد حاجة ما هي السالة حتى ترف وأكيد بكيت أكثر من مرة وأكيد استكشفت روحي من الأول جديد وخاصة في الناس اليوم بعض العمل السنوات في الميدانة نرقى روحي أكيد نأثر على برشة نساء غيدي نساء بجولي بش طلب النصيحة نساء طلبوا مني حتى الدعم في بداية المشاريع الخاصة بهم هذا كعليش حتى نرقى روحي نأثر ولوه جزئيا على نساء أخرين بش يطوروا من الواحهم ويخرجوا من نظرة نماتية للمرأة شد الدار وللمرأة مصمر في حيث خلينا قويات وخلينا نوصلوا وخلينا نكتسحوا كامل المجالات المشروع بتاعنا تنتبقى عليه كامل المواصفات المطلوبة في المصابقة هذية اللي هي باجيس المجموعة قاعدة تخدم بعضها عندها مدة وقاعدين ندخلوا معنا في أعضاء جدد هما من نساء النحالات وقالي اللي تحب تعمل مشروع في الفلاحة واختصاص تربية النحل نحنا فريق متضامن مع بعضه في السراء والذراء ووقفين مع بعضنا نعلموا بعضنا نشير كل الخبرات متاعنا التموح متاعي ومتاع المجموعة لكل أول حاجة المنحلة النموذجية نحب نعملوا منحلة حسب معايير الجودة العالمية هكيكا نكونوا المثال للنحالة الأخرين نسوا لرجال وشبان ويديدوا هما يخدموا أكثر على الجودة بعض المشاركة في المعارض المحلية والإقبال على المنتوج المتاعي لقيت زادة إقبال من الأسويق خارجية مشيت من المنتوج المتاعي للمغرب مشيت به الغانا ومشيت بعض البلدان العربية والأكيد طموحي أني نكتسح الأسويق عليها إن شاء الله وما بين التكريمات اللي لقيتهم هي حضوري مع منظمة المرأة العربية في المغرب ووليت مكون مكونين في دماج المرأة في النظام الاقتصادي والاجتماعي بعد العسل فما مرحلة جديدة وطويلة ومرحلة إينا نعمل عليها برشاجة عودت رجعت دروسي وقعدت نقرأتها في الماركاتين دي جيدال على جوجل خاطر نقوله small business small business ترقاك أنت ليتسوق أنت ليتصنع أنت ليتعبي وانت ليتوصل وانت ليتبيع موسيقى 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 أنا بنتي مريم معها ديما معها المشروع انتها إن شاء الله رب نرجعها ديما تحت مرتين وطول مرتين قامت تحت وتكون مندد عن فيها وإن شاء الله ديما المشروع انتها كأمرها هي إن شاء الله إن شاء الله من أحسن إلى أحسن ورب وفقها عمري من دمت إني بدلت حياتي عمري من دمت لا أنا خرج من خدمتي أكيد التوقع عمري من دمت موسيقى موسيقى إذا كان انت عندك حلمة ما تخليش نظرة المجتمع عليك تقول لك لي انتي متنجمش توصل ما تخليهمش يحطوك في خانة المراة لي تشد الدار ما تخليهمش يحطوك في خانة المراة مصمر في حيط ما تخليهمش يحطوك في خانة أن العمل الذك حكر للرجال خالك قوية خالك مثابرة وأكيد توصل وإن شاء الله نجح حالفك